خمسة يحرمون من أجر ليلة القدر احذر أن تكون واحدا منهم الأول اللي هو قاطع الرحم الحافظ بن رجب الحنبالي رحمه الله بيقول ومن الأمور المانعة من المغفرة في مواسم المغفرة أول حاجة ذكرها إيه القطيعة قاطع الرحم يا جماعة مصيبة ثلاث آيات في القرآن ربنا سبحانه وتعالى لعن فيهم قاطع الرحم منهم فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم الشخص الثاني اللي هو الشخص المعرض الشخص الغافل اللي مش في دماغه أصلا لا يتحرى ليلة القدر النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا التمسوها تحروها يعني التمسوها بالعمل الصالح اكتهدوا في الأعمال وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا ليلة وأيقظ أهله وجدة وشدة المئزر من صلى العشاء في جماعة في الليلة التي هي ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها الشخص الثالث اللي هو كثير الخلافات والخناءات والمشاجرات مع والدي ومع زوجته ومع أهله ومع أصدقائه مش طايق نفسه اتنين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم